أكدت وزارة البلديات والسياحة بحكومة تقليم كردستان في بيان صدر عنها اليوم أكدت أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر تخصيص مبلغ مليارين ومائة وعشرين مليون دينار عراقي لتنفيذ قمسة وعشرين مشروعا خدميا في محافظة أربيل وحول هذا الملف ومستجدات أخرى في عاصمة تقليم كردستان ينضم إلينا مراسلنا مصطفى سلمان ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع نعم يا مصطفى مساء الخير تفضل نعم سمير مساء النور سمير يبدو أن موافقة مجلس الوزراء في حكومة تقليم كردستان قد وصلت إلى وزارة البلديات في الحكومة هنا في تقليم كردستان للبدء بإطلاق خمسة وعشرين مشروع خدمي وسياحي في عموم محافظات تقليم كردستان ويبدو أن التمويل هذا المشروع جاء من مبالغ ريع وزارة البلديات هنا في الإقليم بأكثر من ميارين سيتم العمل على خمسة وعشرين مشروع خدمي في داخل محافظات تقليم كردستان بالإضافة إلى مشاريع وأن التوجه إلى إحياء المشاريع وتنظيج المشاريع السياحية في عموم محافظات تقليم كردستان له اهتمام كبير كون أن أغلب توفر فيها خدمات مهمة باستثناء المناطق طرف المحافظات في قليم كردستان ويبدو أن هناك توجه من وزارة البلديات خلال هذه المرحلة لإيصال الخدمات لكافة المناطق والقرى النائية في محافظات قليم كردستان هذا فيما يتعلق بوزارة البلديات ومشاريع البلديات هنا سمير بعيدا عن وزارة البلديات وزارة الصحة وبعد ورود معلومات عن انتشار وباء الكوليرا في عموم كردستان يبدو أنها طمأنت السكان من خلال المؤتمر الذي عقده وزير الصحة الدكتور سمان برزنشي وقال أنه لا داعي للخوف ولا داعي للقلق من هذا المرض إذ لم تسجل وزارة الصحة أي تعداد كبيرة جدا باستثناء حالة واحدة وهي حالة طبيعية بالنسبة لوزارة الصحة في قليم كردستان أيضا على صعيد متصل بوزارة الصحة هنا انخفض عدد الإصابات في عموم محافظات قليم كردستان إلى 240 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي كانت ترتفع فيه الإصابات إلى أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا ويبلغ عدد الإصابات بهذا التسجيل الأخير خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 164 ألف حالة إصابة منذ بدء تفشي الجائحة في قليم كردستان هناك 51 ألف حالة إصابة فقط في أربيل بينما بلغت حالات التعافي 161 ألف حالة منذ بدء الجائحة يقابل ذلك أكثر من 57 ألف حالة تعافي في عموم المحافظات ويبدو أن وزارة الصحة يوم أمس كان هناك وفرة في عدد اللقاحات استرازينكا وأيضا هناك إقبال كبير جدا على مراكز التلقيح هنا في عموم المراكز المخصصة للتلقيح التابعة لوزارة الصحة سمير نعم مصطفى سلمان مراسلنا من أربيل شكرا جزيلا لك